بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول وبالله التوفير موضوع حضراتكم اخترتوه اللي هو إزاي نكتب عقد عمل طبقا لقانون العمل المصري في الواقع العملي الشاب المصري بتخرج من كلية التجارة بتخرج من كلية الحقوق بتخرج من أي كلية وعايز يلطحك بالقطاع الخاص فعايز يكتب عقد بينه وبين صاحب العمل سواء مصنع أو شركة أو مكتب أو محل أي حاجة خضع للكطاع الخاص فعايز يكتب عقد عمل بينه وبين صاحب العمل في الفيديو ده بإذن الله سبحانه وتعالى هنعرف بشكل مبسط في نصائح مبسطة الحضراتك إزاي نكتب عقد عمل بشكل قانوني كامل فبنصح حضراتكم بتطبيق كل اللي هقوله فيه في البداية هو إيه عقد العمل هو عقد بمقتضاء يتعحد عمل واحد يتعحد إنه هو يشتغل عند صاحب عمل في مدة زمنية محددة لقاء أو نظير أجر محدد يبقى عندنا العلاقة تتكون من عامل صاحب عمل مدة زمنية أجر اللي هو المرتب اللي حضراتك بتاخده عقد العمل في القانون 12 لسنة 2003 كتير عقد محدد المدة وفي عقد محدد المدة وفي عقد على إنجاز عمل معين لأنه أفضل نتكلم على العقد اللي هو متحدد المدة من إيه واحد يشتغل عند واحد عقد سنوي ويتجدد لو فيه نصيب النصائحة النصائح اللي عايز أقدمها لك النهاردة إزاي هتكتب العقد بشكل سليم بينك وبينه أول نصيحة بيقدمها لك إنه يبقى فيه عقد أصلاً يجب أن يكون بينك وبين صاحب العمل عقداً مكتوب يجب أن يكون فيه عقد مكتوب بعض المصانع بتشغل الموظفين بدون عقد بعض الشركات بتشغل الموظفين بدون عقد ده غلط؟ أه طبعاً غلط غلط عليك عامل وغلط عليك صاحب العمل لو جالك تفتش من مكتب العمل يبقى لازم إنه يكون فيه عقد أصلاً مكتوب طب لو حصل بينه وبين المشكلة وبين المصنع أو بين صاحب العمل وما فيش عقد مكتوب جازة ليه؟ إن أنا أثبت حقوقي وأثبت إن أنا كنت شغال عندهم بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة يعني عليها جيب زميل حتى وفع دعوة إثبات علاقة عمل واجيب زميل تشهد إن أنا كنت شغال عند الناس ده يبقى أول نصيحة بقدمها لحضرتك إنه يجب يكون هناك عقد عمل مكتوب لأن بعض المصانع وبعض الشركات خاصة في المناطق الصناعية يقول لك ده هيجي واشتغل شهر أو الاتنين ما اشتغلوش بعقد لا ما تقبلش قولي أنا عايز أشتغل بعقد أعرف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه حقوقه إيه والتزامات إيه النصيحة التانية يجب أن يكون العقد القانوني اللي قال كده مكتوب باللغة العربية إيه إيه الكلام ده وفي عقد بيكتب باللغة الإنجليزية في القرى السياحية وفي شاب مشيخ وفي الغرداء وفي دهب بعض الزملاء راحوا اشتغلوا هناك فقالوا إن كانوا بيعملون العقد من اللغة الإنجليزية لا يجب أن يكون العقد الأصل فيه والتعامل فيه أمام المحاكم المصرية وقانون العمل المصري تبقى من القانون أن العقد يكون مكتوب باللغة العربية النصيحة التالتة أن العقد يكون مكتوب من ثلاث نسخ نسخة ليا كعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية ويجب أن العامل يوقع على نسخة صاحب العمل أنه هو استلم نسخته بعض الشركات وبعض المصانع وبعض الهيئات بتكتب العقد من نسخة واحدة وما بتديش العامل نسخته وده خطأ لازم أن العقد يكون من ثلاث نسخ نسخة مع حضرتك كعامل نسخة مع صاحب العمل نسخة في مكتب التأمينات الاجتماعية النصحة اللي بقدمها لحضرتك بعد كده يجب أن البيانات بتاع حضرتك كعامل أو حضرتك كصاحب عمل تكون مكتوبة بشكل سليم اسم العامل واسم صاحب العمل رقم القومي ورقم القومي صاحب العمل رقم المنشأة سجل تجاري البطاطة دربية جميع البيانات سواء ليا كعامل أو لحضرتك كصاحب عمل تكون مكتوبة بشكل رسمي بينه وبينك عشان لو في حاجة بعد كده نقدر نعرف بيانات بعض النصحة اللي بعد كده هيجب أن يتضمن عقد العمل ده طبيعة العمل اللي حضرتك هتشتغل فيه أنا بايح هشتغل مستشاف شؤون قانوني يبقى ماينفعش هشتغل موابط بشرية مش شغلانتي أنا جاي متعقد معكو مستشاف شؤون قانوني أنا بايح هشتغل في الشركة ده محاسب ماينفعش أن انت تشغلني حاجة تانية فيجب أن العقد ده ما يكون متحدد فيه والوظيفة اللي هشتغل عليها النصحة اللي بعد كده يجب أن يحدد الراتب الأساسي والبدلات في العقد والمعاملة المالية هتكون ازاي هتعملهم لي بالأسبوع ولا تعملهم بالشاه الأجر بتاعه هاخده ازاي مقدم ولا مؤخر لازم يتحدد طبيعة الأجر وازاي هاخده والعلاقة التعاقدية ده كلها هتبقى ازاي العلاقة التعاقدية من ناحية الأجر الوظيفة النصحة اللي بعد كده خلي بالك بردوك ان لتبرى زمة صاحب العمل اللي من حضرتك تمضي وتوقع ان انت استلمت الراتب كل شهر بردوك للشركات خلي العمل يوقع ان هو استلم ذد بكل شهر ده نصيحة النصحة اللي بعد كده لو حضرتك اودعت مستندات لدى صاحب العمل شاهدت الجيش شاهدت المؤهد شاهدت الماجستير شاهدت الدكتوراه كل الشهدات أصوله covidعتها لدى صاحب العمل يجب على صاحب العمل ان قديك اصال ان هو استلم منك هذه الشهدات وانها مودعة عنده عشان لو حضركك سبمت العمل من حقك تطالب تقول له حد مستنداتي النصحة اللي بعد كده ماينفعش تشتغل في مكان ويقولك تعالى هاختبرك لمدة ستة شهور لا غلط فترة الاختبار تبقى لقانون العمل تلات شهور ماينفعش ان هي تزيد عن تلات شهور ماينفعش ان اشتغل ستة شهور تحت فترة الاختبار ليه لان تسعين يوم دي فترة الاختبار تبقى لقانون العمل يبقى يجب ان لا تزيد فترة الاختبار عن تسعين يوم لان القانون قالك ماينفعش ان تشتغل عند صاحب العمل فاطفتين الاختبار هتشغلني محمد صلى الله عليه وسلم سيدة محمد سيدة الشهور ليه ده هم تسعين يوم تحت الاختبار من حقك فيهم ان انت تقول لي لا معلش آسف انت مش نفع معايش يجب يجب ان لا تزيد فاطفة الاختبار عن تسعين يوم النصحة اللي بعد كده يجب ان نتحدد مدة العقدة هنشتغل عندك سنة هتبتدي واحد واحد الفين واحد وعشرين وهتنتهي تلاتين اتناشر واحد وتلاتين اتناشر الفين واحد وعشرين هشتغل عندك سنتين نفس النظام تتحدد المدة من الى ليه عشان اعرف ان في الفترة دي موجود عندك انا ملتزم ان اكون موجود وانت ملتزم خلال الفترة دي انت لو مشتني بفصل تعسفي من حق طلبك بالتعوضة من فصل تعسفي انا مشيت طبعا عشان امشي لازم طبعا اخترك قبلها ومن حقك طبعا ان انت توافق او ترفض لان انا متعقد معاك الاختار لو العقد زاد عن خمس سنين لو العقد سنة او اتنين والمدة انتهت مش شفت ان انا اخترك انا خلاص مدتي انتهت سلامه عليك والسنة خلصت بتاعت اللي انا متعقد عليه مش واجب عليه حاجة لكن لو انت عايز تيمشي قبل السنة لازم استاذن صاحب العمل ان سمح سمح ما سمحش يبقى لازم ان انا اكمل السنة عنده نصحة بقى اخيرة وعايز اقدمها لك الحصة التأمينية بعض الشركات بتعمل كل اللي قلت لك علي دي ويجي ساعة التأمينات ما يذكفش لك انه متأمن عليك اصلي لا انا عايز اكتوسك في عقد العمل انه متأمن عليك والحصة التأمينية لازم تكون مكتوبة في عقد العمل اللي هو مقدار اللي اشترك التأمين انت هتأمن علي بعض الناس يقول لك ايه انا هتأمن عليك اه بس ان شاء الله بعد شوي حقك ان انت متأمنش عليها اللي بعد فترة الاختبار ما تعدي لكن الحق ايه ان اتأمن عليها طالما اني بقيت معاك التأمينات هدفع قد ايه كعامل وهدفعك كصاحب عمل هدفع قد ايه التأمينات تبقى ان القانون الجديد بداية من يناير اللي فات 2020 مش 2021 لا يناير 2020 التأمينات عملت حد قدنى وحد اقصر لراتب ما ينفعش اقمن على واحد اقل من 1000 جنيه وما ينفعش اقمن ازياد من 7000 جنيه 1000 جنيه ويزيدوا كل سنة 15% لمدة 7 سنين وبعد السبع سنين لسه هيبقى تتعدل الليحة و7000 جنيه كحد اقصر في الراتب ويزيدوا كل سنة 15% ايضا لمدة 7 سنين يعني لو حضرتك هيقمن عليك براتب 1000 جنيه انت كعامل هتتحمل 11% للتأمينات وهو كصاحب عمل هيتحمل 18.75% كحصة تأمينية بتفح عليه يبقى يجب ان يتحدد احنا قولنا 11% تبقى ان القانون الجديد العامل بيتحملهم لو اجري 1000 جنيه وتعمل عليه بال1000 جنيه انا بتحمل 110 جنيه وهو يتحمل 18.75% يعني بتحمل برضك حوالي 180 جنيه وشوية تمام حد اقصر 7000 جنيه لو هو هيأمن على راتبك 7000 جنيه هيتحمل 18.75% وحضرك هتحمل 11% النصيحة الاخيرة بقى قانون العمل قال لك يا قع باطل كل شرط او اتفاق يخالف احكام قانون العمل اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق وواجبات والتزامات العامل المقافرة وفقا للقانون احيانا كده يقوم كديب لك مادة اصلا مخالفة للقانون ده كله ويقول لك احنا اتفقنا لا حتى لو احنا اتفقنا القانون قال لك اي حاجة تخلي يعني ما ينفعش تقول لي ايه الحصة التأمينية انت تشتالها كعامل ما ينفعش تقول ليه انت تتحمل حصة التأمينية وانك صاحب عمل مش هتحمل حاجة عنك لا قانون العمل قال لك الشفط ده باطل يبقى يقع باطلا كل شفط ينتقص من حقوق العامل ارجو ان الفيديو طبعا يكون يعني لميت فيه طبعا النصار الاخرانية انت تتوقع كصاحب عمل وكعامل على كل النسخة من العقد ولو العقد منكوم من عدد من الورقة تتوقع على كل ورقة وصاحب العمل يوقع على كل ورقة ارجو ان يكون لميت بعض الحاجات اللي بتتعمل في كتابة العقد وانه يكون استفدنا بإذن الله اسأل الله عليه العظيم ان يوفقنا الى ما يحب ويفضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة